أثار بلاغ رئيس الوزراء عمر الرزاز اليوم والقاضي بتعديل أمر الدفاع رقم 6 الذي أجاز إنهاء خدمات العاملين في القطاع الخاص والاتفاق على تخفيض أجور العاملين في بعض القطاعات المتضررة لشهري أيار وحزيران ردودا متباينة في الشارع وتصدر هاشتاغ إيقاف قانون الدفاع الترند على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن حيث تفاعل الأردنيون مع الهاشتاغ معبرين عن استيائهم من هذا القرار الذي اتخذته الحكومة مشيرين إلى أن قانون الدفاع أربكى المجتمع وزاد من ارتفاع نسبة البطالة في الأردن فيما لقيت تعديل ترحيبا من لجنة العمل النيابية الذي اعتبرته خطوة إيجابية لصالح الحفاظ على العمالة القائمة ومواجهة تحديات كورونا على الحياة الاقتصادية ويخدم جميع الأطراف تعديل أمر الدفاع أجاز تخفيض أجور العاملين في بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية المتضررة من الأزمة بنسبة 30% بالاتفاق مع الموظفين في مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي وبإرادتهم الحرة كما أجاز تخفيض أجور العاملين الذين لا يعملون وغير المكلفين بأي عمل بنسبة 60% كما أجاز البلاغ إنهاء خدمات العامل حسب قانون العمل فيما منح البلاغ العامل الأردني حصرا حق التقدم بشكوى لوزارة العمل إذا تعسف صاحب العمل في ممارسة صلاحياته الممنوحة له بموجب القانون